السلام عليكم في نكشاتنا باسعليكم كوشي بخلت منتكنو بخير وعلى خير في افضل احوال وسعلي سعيد ايضا يغتاليكم بصحة و السلامة و تصمر و بشمت منيتو بحيتكم بشي حاذ يغتالي زوينة زوينة و ان شاء الله بضحكيق الاماني و بصحة و السلامة هي الاساس صحة و السلامة و رحت البل مرحبا بكم عودة يغتاليكم بزف زف 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 و طولت هذا المدة ولكن اغتالي اسباب خارج عن الارادة جالي ولكن ان شاء الله بإذن الله سوف نرجع بواحد سلسلة من الوصفات شي حاجة للربعة سوف ترحمون لي بها الوصفة اليومة قبل ما نبدأ الوصفة اليومة سوف تكترون لي من حركة الاكسبلور اللي هي البرتاج والفيديو قدما قدرتوا باشتعوم الفائدة على الجميع و الناس اللي مقيم امتابعينيش في القناة ديالي ديروا واحد سبسكرايب و واحد لايك يا اختيو خليوا لي التعاليق اللي سوف تنحط لكم في الوصفات القادمة مهمة ديوش على الصويت ولا تمركش هي ديال بالصح لاناني او لاندي هذا الصوت على الغلاج يخطي المدع داع مهم الوصفة اليومة هي ناس بزابد ناس يعانون من مشكلة ديال القشرة مشكلة ديال السمن مشكلة ديال القشرة الغليضة اللي كتكون عندكم في شعر ديالكم كان عرف هات المشكلة هذا يعانون من نبكاء سوى نسا سوى رجل و خصوصا الدراري عندهم هات المشكلة هذا ديال القشرة الغليضة كتكون يا اختي هكا هكا تشعلي لابسة مقادة مصاوبة و قتلى لك ديال القشرة هكا تشوي لك الشعر ديالك اول مكون يا اختي غني عن التعريف موجود خصوصا دبا في هذا البرد ليه هو الشيبة الشيبة دبا ركاينة في جميع البيوت العربية الزيبية كلام كيستعملو هات المزينة بزيف 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 كيعمرو بها اتي مزينة بزيف جيال الفوائد و فيها بزيف جيال فوائد سوى الشعر سوى البشرة سوى الجسم لهم لرحمة ديالك اي حاد شيبة هدين اللي غنية غادي تنقيلك الفروة ديال شعر من القشرة من القمال اللي كيكون فيها من هدو الصبا اللي كيكون فيهم الليها زونة انا هكا تعزز على نمو ديال شعر و توقف لك اختي التساقط شي حاجة اللي رحمة تصدر بأي انت ما عرفاش ولكن انا كنقلب و كنجيب لك جيما جديد يال فنيكيشا ديالي يالله نوضي من العقز يا المجازة و دا با اجيو نصاب الوصفة نجيب واحد الكسر هنا و ندرو فيها تقريبا واحد القياس ديال الشيبا تبا تشوفوا ما هي هاكا و نضيف لهم القياس ديال الماء على حسب الطول ديال شارك كيف تشوفوا ما هي نضيف كل شي اطبخ و جيب معي الغليا مزيان حتى تغير اللون دياله و حتى تغلى مزيان مزيان و ديك الرائحة طيبة ديال الشيبا طلعنا مزيان و بعد رجل معكم دلوتة تشمع ديال الوصفة كيف تشوف يا اختي هذا هو المحلول اللي خصيك تحصلي عليك كيكون اللون دياله متغير يعني كيكون اللون دياله تقريبا الفاتح غادي صفوريه ولكن والله العظم يا البنات منين غادي تجربوها متأكدة مليون في المئة انكم غادي تجونيين تعليق و غادي ترحموا ليها بها الوالدين و غادي تشكروني بزاف لان المسيئة دياله شي حاجة للرحمة ديال سيدهر بي مكونات بسيطة يكونوا عنا في الدر ولكن ما كنعرفوش لهم طبعا نكملو لامنكة تكوني غادي يلحمهم او لامنكة تكوني غادي في الدر مثلا ما غادي تدوشي غادي تجيبي هاديك الشيبة اللي سبق ليكو غليتي غادي تاخدي واحد الكاز بحال هاكا او لا تدري بخاخ ولكن تخليها حتى تبرد ما ديروش واحد ديفو كنت درتو انا باقي البخاخ باقي المحلول سخون درتو البخاخ او يدو سوفينا هاداك المحلول سوف نحصو عليه بحركة سوف نجيبو اهم مكوين اللي هو خل ديالتفاح اي اختي خل ديالتفاح شي حاجة للروعة فهو كنقلنا الفروة ديالشعر كي خليلنا الضغبة ديالنا مسبسبة ومرخية كنقلنا ادوك الشوائب وادوك الفطريات وادوك الالتهابات اللي كيكونوا عنا في الجلدة ديالشعر شي حاجة غوزالة ولا ما عندكمش تقدروا تعودوه بالخل الابيض ولكن من الافضل الخل ديالتفاح شي حاجة اللي وعره وعره بزر تقريبا غدي ندير ما يعدل واحد المعلقة غدي نزيدها على ذاك المحلول غدي نجيب واحد المعلقة وغدي ندمج هادوك المكونات كاملين وغدي تلاحظوا بان اللون اللي كان في اللون راح تبدل بالنسبة لطريقة ديال الاتمال في الحمام غدي تاخدي معاك هادوك وغدي تدري معاك في واحد القريعة ولف بخاخ وغدي تمشي للحمام حتى تغسلي شعرك وتغسلي اللحم ديالك كامل وتغسلي الشعر ديالك غدي تغسلي شعرك بالشامبوان وغدي تخلي اخر حاجة تدريها لشعرك هي هادو المحلول هادو غدي تشتيه وغدي تدري غدي تسرحي على الشعر ديالك كامل يعني ماشي تدري هاك على شعرك وانما تفرقي وتدري على الفروة ديال الشعر على الجذور ديال الشعر ومن بعد غدي تخلخلي بسباك وغدي تدري واحد الحركات دائرية واحد المساج خفيف للفروة ديال الشعر غدي تخليه مدين 5 دقائق حتى العشرة دقائق وبعد ما تدري البندوج ديالك ودري المسائل ديالك عد من بعد كاتكبينهما وكاتغسيه بالمشطة يعني كاتغسيه هاك جلده ماشي كاتقايا كاتمشيه كاتمشيه جلده باش كتنقلك الفروة ديال الشعر اقسم لكم بالله ولكن مكونات ديالها غزالين فوائد ديالها شو حاجه كبير 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 بزر رغم الاستعمال الاول ولكن انت عندك القشرة كتير كتير بزر رغم الاستعمال الثاني غادي تلاحدي بانها ما بقاتش بداتك تنقص اما اذا كانت عندك غير قليلة رغم الاستعمال واحد غادي تباليك النتيجة ووضفي الى يا للا ومتحددك انك ما تنجحش معك الوصفة حين شي حاجه اللي واو هاد الوصفة هاجي غادي تهنيك من بزاف ديال المشاكل اول حاجه فهي غادي تنقلك الجلده من الفروة ديال الشعر غادي تحيد لك الفطريات وغادي تحيد لك القشرة وحتى تحيد لك الصيبان وحتى لعندك ذاك القمل غادي تحيد ما غادي شي بقى مع المدومة اكيد اي وصفة كان قطيعها كان قول مع المدومة وصراحة الله ان شاء الله ركينا واحد سيلة 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 ديال الوصفات مبلش نحرق المراحل شي حاجه اللي واو شي حاجه للغزالة شي حاجه للرحمة صدربي فقط يا الميجازات حيدو عليها لعقز يا الميجازات غادي نبقى تابعكم 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 حتى نحيد منكم لعقز وكل واحدة ياختين بغاية تكون لوم ولاتي وتشمر لي على الكتافة وتقدليها الوصفات وتطلليها في الحالة انا كان نموت على شي حاجه اسمي تهلاف كتلاف راسها عزيزة عليها لما رأى تكون طاقة ايجابية معداده ما كان غير طاقة ايجابية معداده مرحبا بكم نخليلكم الانستغرام مرحبا بكم ناس اللي باقي ما داخلنش عندي الانستغرام ديالي دخلوا عندي الانستغرام فهو اسمته بيلا فلوريس دائما كنكون محيحة في الستوري دائما كنشاركي معكم تجارب ديالي اليومية شي حاجه اللي واو ما كنخليلكم بدي شي حاجه وانا كنستعملها و الناس اللي باقي ما داخلنش صبحة ديال الفيس بوك هايا المهم كل شي ناس يدفرجوا وكل شي يستفد الناس اللي داخلنش في الفيس بوك ادخلوا اسمتها دادو بيلا شانيل غدي تلقاو فيها فيديوهات قصيرة وغدي تلقاو فيها للايب اليومية اللي كندير اما بالنسبة الناس اللي ك حمقوا على شي حاجه اسمتها تيك توك يا للا والحيحة فعوما غدي يلقاو هناي تيك توك دائما فيديوهات يومية ستلقاها والتجارب ديالي يومية اما الوصفات لا نقول لكم شي حاجة قال الحاجة اللي كنديرها كنتعرفوني بان مولاة القلب الكبير ومولاة الضحكة من القلب ما كان بخلع لكم بدا شي حاجة كل شي يكون فن وصنا نهاية الفيديو ما سخش بكم شعرنا وشعر اختكم دا دوبيلا هو خليكم زونين حيث انتم زونين وفعلا تكونوا زونين بزاف دا الحب لكم بزاف دا الاحترام كتروا يا اختي من جيم في هذا الفيديو هذا اشتركوا في هذا الفيديو اشتركوا في هذا الفيديو اشتركوا فيها اكبر نسبة اكبر نسبة عدد جيالي جامي اختي وبرتاجوا باش كل شي الناس لا تفقاش عندهم القشرة او ما سخش بكم او ما سخش بجمع جمع بزاف دا الحب لكم باي باي